مرحباً، سنلاقش في هذا الفيديو ما يجب أخذه بعين الاعتبار عند اختيار الكلمات الرئيسية حتى تتمكن من الوصول إلى أدافك الخاصة بتحسين محركات البحث ودفع عجلة نشاطك التجارية اختيار الكلمات الرئيسية هو العامل الأساس في إنجاح عمليات تحسين محركات البحث إذن، ما الهدف من البحث عن الكلمات الرئيسية؟ إليك هذا المثال، لنفترض أن شخصاً ما يبحث عن التوت الطازج ما هي الكلمات الممكن أن يستخدمها في البحث؟ التوت، أو ربما التوت الأسود، أو التوت البري، أو التوت العليق إذا كنت تبيع التوت الطازج، من المستحسن أن تعرف المصطلحات التي غالباً ما يستخدمها الناس في البحث عن التوت ومن ثم، بادر في موأمة محتوى موقعك مع ما يبحث عنه المستخدمون على الإنترنت وإن لم تقم بذلك، فقد تجد نفسك تتحدث عن مواضيع بعيدة كلياً عما يبحث عنه عملاءك المحتملون هناك ثلاث نقاط أساسية، لابد أن تأخذها بعين الاعتبار عند اختيار الكلمات الرئيسية لخطة تحسين محركات البحث أولاً، التكرار أو عدد مرات استخدام الكلمة في البحث فمن البديهي أن تختار المصطلحات الأكثر تداولاً في عمليات البحث والمرتبطة بنشاطك التجارية ولكن تذكر أن الاكتفاء باستخدام المصطلحات الشائعة يصعب من إمكانية تمييز نشاطك التجاري في نتائج البحث ينقلنا هذا إلى النقطة الثانية، وهي المنافسة إذا كنت تمتلك موقعاً إلكترونياً كبيراً ومعروفاً، قد تكون قادراً على الظهور في نتائج محركات البحث عند استخدام الكلمات الرئيسية الشائعة فقط مثل الفاكهة أو الخضروات، ولدى المواقع الجديدة فرص كبيرة للظهور في نتائج البحث أيضاً ما عليها سوى التركيز على الكلمات الرئيسية البعيدة عن أجواء المنافسة خاصة أن عدداً صغيراً فقط من الكلمات الرئيسية يسجل حجم بحث مرتفع بينما يوجد عدد ضخم من الكلمات الرئيسية التي تسجل حجم بحث منخفض وهي تعرف بالكلمات الرئيسية الطويلة في عالم محركات البحث ففي حين قد تكون هناك منافسة كبيرة على كلمة التوت يمكنك اختيار عبارة مثل الحصول على توت عضوي وتوصيله إلى دبي كمثال للكلمات الرئيسية الطويلة التي قد تمنحك نتائج فورية في عملية تحسين محركات البحث وبالنسبة للأنشطة التجارية الصغيرة غالباً ما تكون الكلمات الرئيسية الطويلة هي المفتاح لتحسين محركات البحث فالمواقع الإلكترونية تبذل جهداً كبيراً ووقتاً طويلاً لكي تظهر في نتائج البحث القائمة على الكلمات الرئيسية الشائعة بينما يمكن للمواقع الإلكترونية الأصغر حجماً أن تحصل على تصنيفات جيدة وبمجهود أقل بمجرد استخدامها كلمات رئيسية طويلة النقطة الثالثة والأهم هي التطابق من حيث الموضوع ويقصد بذلك أن الكلمات الرئيسية التي تختارها يجب أن تتطابق بشكل وثيق مع ما تقدمه فعلياً إذا دخل شخص ما إلى موقعك الإلكتروني باحثاً عن الخضروات الطازجة ووجد أنك تبيع الفواكه فقط فسيغادر موقعك على الفور بكل تأكيد عليك التأكد من أن الكلمات الرئيسية المختارة عندك تتوافق مع موضوع البحث كيف؟ يمكنك مثلاً استخدام جوجل سيرتش كونسول لمعرفة أي من الصفحات تظهر بالبحث ويتم النقر عليها نتحدث بالتفصيل عن خدمة جوجل سيرتش كونسول في فيديوهات أخرى والآن بعد كل ما بدلته من جهد لتحسين محركات البحث تذكر هذه القاعدة الذهبية دائماً يجب أن يكون محتوى موقعك مناسباً للزوار وليس لمحركات البحث لا تضع كلمات رئيسية إضافية أو أشكالاً مختلفة من الكلمات الرئيسية لصفحاتك فتكرار تلك الكلمات بلا داع يسمى ازدحام الكلمات الرئيسية ويخالف إرشادات محركات البحث إذن هذه هي النقاط الأساسية التي يجب أخذها بعين الاعتبار دائماً عند اختيار الكلمات الرئيسية التكرار، التنافسية، والتطابق احرص على اتباع هذه النقاط الثلاث لضمان النجاح في تحسين محركات البحث ترجمة نانسي قنقر